وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة الفلسفة تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبدالقادر الصالح في الحل تقدمت مبادرة الضوء بصوت هزار أبو علي يغطي هذا التسجيل حل ورقة عمل الوحدة السادسة من صفحة 173 حتى صفحة 175 ورقة عمل وحدة الفكر العربي المعاصر واحد أفكر شكل العصر الوسيط في الحضارة العربية أهم العصور التي نمت فيها النزعة التأويلية حيث كان علم الكلام مجانا خصبا له وظهرت تيارات عديدة تهتم بالتأويل والتفسير معا اذكر أمثلة عن أبرز هذه التيارات والموضوعات التي استخدمت التأويل فيها الجواب ظهرت عدة فرق كلامية منها المعتزلة والأشاعرة والأهل النص ومن أبرز موضوعات التأويل صفات الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية اثنين أتأول يقال يقال وجه سهام نقده تجاه هذا العقل وآمن بأن نقد العقل جزء أساسي وخطوة أولى في سبيل النهضة وهو أمر فرض عليه توظيف مفاهيم مخصصة وإبداع أخرى لكي تسعفه في التعبير عما يسعى إلى بيانه وكان حريصا على اختيار هذه المفاهيم وتبرير استعمالها أولا ما معنى هذا القول ثانيا إلى أي مدى أتفق مع هذه المقولة وأبرر إجابتي الجواب معنى هذا القول أي إعادة التفكير في الموضوعات التي تم التعامل معها مسبقا وأنه لا يمكن لأي نخضة أن تحدث إلا بإعادة التفكير والتعامل مع معطيات الماضي جواب ثانيا نعم أتفق مع هذا الرأي لأنه لا يمكن التعامل مع كل هذا التطور العلمي بعقلية القرون الوسطى ثلاثة أفكر اذكر أمثلة من واقعي على المصطلحات الآتية وأصنفها في الجدول التالي المصطلحات هي التعريف الإسمي التعريف الشيئي القضايا التحليلية القبلية المسؤولية المدنية الرقة والروعة الجواب التعريف الإسمي مثال عليه التقنية تعني التكنولوجيا التعريف الشيئي مثال عليه الإنسان كائن حي ناطق القضايا التحليلية القضايا التحليلية مثال عليها الأطفال هم أبناء لآباء المسؤولية المدنية مثال عليها حزام الأمان الرقة مثال عليها الغزال في سرعته الروعة مثال البحر الواسع أربع استنتج ماذا يحدث لو وأبرر إجابة وأدعمها بالحجج أولا تعاملنا مع الحاضر بعقلية الماضي الجواب تخلف وجاهل كما هو حالنا اليوم ثانيا قلدنا تجربة شعب آخر في التعامل مع واقعنا الجواب التقليد هنا مفيد وخصوصا إذا كانت تجربة الشعب الآخر ناجحة ثالثا استقرأنا الواقع وبناء على ذلك أوجدنا آليات للتعامل الجواب سنصل لنهضة شاملة في كافة الميادين خمسة أفكر أتأمل مقولة كان الانفتاح على فلسفات العصر الجديدة ذات الطابع السياسي قد فتح بدوره أفقا للمفكر العربي في تمثيل إشكاليات العصر بما فيه من متغيرات جذرية اذكر أمثلة تؤكد هذه المقولة الجواب تأثر زكي نجيب محمود بالوضعيات المنطقية ستة أبحث اكتب بحثا قصيرا عن أبرز الإشكاليات التي اهتم بها الفكر العربي الحديث والمعاصر عند العرب وأقدم فيه عددا من الأمثلة سبعة أفكر أبين الثواب والخطأ فيما يلي مع التعليل واحد يتم الانتقال عند الحبابي من الكائن إلى الشخص ثم الإنسان الجواب العبارة صح اثنين للجمال عند اليافي معنيان عام وخاص الجواب العبارة صحيحة ثلاثة مثب الشخصانية الواقعية عند الحبابي يركز على فكرة الفردانية الجواب خطأ والتعليل تؤمن الشخصانية باللقاء مع الآخر أربعة الأخلاق عند عادل العوة عملية فقط الجواب العبارة خطأ والتعليل الأخلاق عند عادل العوة نظرية وعملية اثماني أعرف المصطلحات التالية الكائن التسامح عند العوة الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود الشخص الجمال عند اليافي الأجوبة الكائن هو معطى خام يظهر كلما ازداد اتجاهه نحو الشخص ونحو الاندماج في مجتمع مع الآخرين ويتم انتقاله إلى مرحلة الوجود بفضل إحساساته التسامح عند العوة التزام الروح الموضوعية في نقل أفكار المدارس والاتجاهات الفلسفية المختلفة وآراء أصحابها دون تعصب الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود تعني الوضعية عند زكي محمود عدم الاكتفاء بالتحليل المنطقي للغة لفهم التراث بل إضافة التأويل لفهم النصوص التراثية المختلفة الشخص إن الشخص هو السند الذي تقوم عليه الشخصيات المختلفة التي يظهر بها الشخص الواحد في أدواره المجتمعية المختلفة الجمال عند اليافي تناسب كامل هادئ من دون إفراط ولا تفريد إذ بلغ كل جزء حد الكمال وانسجم مع عناصره تسعة أقارن أقارن بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية عند العوة وفقا للجدول الآتي من حيث المعنى النتائج والأمثلة الجواب المعنى الأخلاق النظرية تضع الأسس والمبادئ التي يستند إليها التفكير الإنساني أما الأخلاق العملية تبحث في التطبيقات العملية لهذا السلوك داخل كيان عيني محدد اثنين النتائج الأخلاق النظرية تقوم بتوصيف الواقع وتحديد مشكلاته الأخلاق العملية تعنى بالبحث عن حلول عملية للمشكلات الأخلاقية ثلاث أمثلة الأخلاق النظرية لا تكذب لا تسرق أما الأخلاق العملية مثال عليها التسامح ضروري لنعيش بأمان السؤال العاشر استنتج إذا كنت أتفق معها قول سعى المفكرون العرب إلى صب رؤاهم الفكرية والإصلاحية في اتجاهات فلسفية وفكرية بدت على درجة عالية من الوضوح فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد 11 أفكر إلى أي مدى تضح لي مفهومي الكائن والإنسان والفرق بينهما ترسيدا للحوار الفلسفي أخطط مع رفاقي لعمل مناظرة حول الفرق بينهما 12 أرسم أرسم خريطة ذهنية أجسد فيها الاتجاهات التأويلية التي تعرفت عليها الجواب نرسم المحور الأساسي اتجاهات التأويل في الفكر العربي الحديث يتفرع إلى ثلاثة محاور واحد الاتجاه التاريخي الفكري أهم ممثليه المفكر العربي عبدالله العروي يرى أن دور المؤرخ المؤول ترتيب الحدث التاريخي وقراءته قراءة منظمة واعية المحور الثاني الاتجاه المادي التاريخي من أهم ممثليه المفكر العربي حسين مروى سعى لإقامة علاقة جدلية بين ما أنجز في الماضي وما يمكن إنجازه في المستقبل تبنى المنهج المادي الجدلي لتوضيح العلاقة بين التراث والحداثة ورفض القراءات المثالية والعرقية والعنصرية المحور الثالث الاتجاه البنيوي في التأويل أهم ممثليه محمد عابد الجابيري سعى إلى توضيح البنية الفكرية الأساسية التي تقوم عليها ثقافة الماضي والحاضر وحاول وضع قواعد محددة من أجل تحليل التراث والنص والخطاب بغية الوصول إلى العلاقات المكونة لهما ومن ثم إعادة هيكلتها لفهم التراث في أساليب صياغته وترائق التعبير فيه انتهى الجواب 13 استنتج ما المبررات التي تدعوك إلى دعم ثقافة التأويل في الوقت الحاضر وماذا يحدث لو لم تكن موجودة؟ الجواب هناك العديد من الأفكار تحمل أكثر من تفسير ومعنى يجب تأويلها لنوقوف على المعنى الحقيقي لها 14 أفكر لو طريب إلي شرح أهم موضوعات الفكر العربي المعاصر وضرورته فماذا أنا قائل؟ أسجل المقترحات الخاصة وأدعمها بالحلول الواقعية الجواب 1 العلاقة بين العقل والنقل والتوفيق بينهما من أجل تحقيق رؤية أفضل وتبيان تكاملهما مع اختلاف طريقة كل منهما 2 أهمية العلاقة بين الفكر واللغة ودعم اللغة العربية 15 أقترح هب أنني دعيت للحديث في ندوى بعنوان الإنسان في الفكر العربي المعاصر ما الأفكار التي من المتوقع أن يدور حديثي حولها؟ الجواب العلاقة بين الأصالة والمعاصرة وضرورة الحفاظ على التراث وتطويره 16 أبين ما شروط المسؤولية المدنية والأخلاقية وأيها الأهم في رأيي؟ الجواب أن يكون إنساناً أن يكون حياً أن يكون عاقلاً أن يبلغ سناً معينة أن يكون فرداً شخصاً نهاية الجزء 35 ونهاية التسجيل موسيقى موسيقى